السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ نواصل في كلامنا عن الجادية دروكس أو الدروكس أكتنج على جاسترو انتساستانل سيستيم والليل إن شاء الله سنقش في موضوع جديد واللي هو دروكس يوزد النوزيا واند فوميتنج واحدة من الأدوية المهمة جدا جدا والذي تلاقينا كثير ورد نتحدث عن جزء منها لكن هنأخذ إن شاء الله بفكرة عامة بدءا من الفيسيولوجي بتاع الفوميتنج بحصل كيف حتى بعد ذلك ننتغل لي الأدوية أو الدروكس التي نستخدمها في هذه الحاجة طيب أول حاجة أن نفهمها إنه الإميسيس أو الاستفراق هو حاجة طبيعية بتحصل كدفينس ميكانيزم يبقى هي يعني إنه نمن أنا أخذ الجسم بحاو يتخلص من الحاجة عن طريق طيب في أسباب دانية للفوميتنج وممكن تقوم منها الفوت بويزنينج في الموشن سيكنيس في الصومة فلو في البلغنانسي طيب بالنسبة للفوت بويزنينج فكرة واضحة جدا لكن أنا ممكن أضيف له حاجة اللي هي درقس بويزنينج يعني الموضوع هو كله عن بالنسبة للفوت بويزنينج بغض النظر عنه هو فوت برقس اي انقستد اضر ماتيريا سوء ده الجانب الأول الجانب الثاني هو الموشن سيكنيس أو دوار البحر بنسميه وده بحصل للناس اللي بيكونوا بيستفرغوا أول ما هم يركبوا طيارة أو يركبوا سفينة أو عربية أو حتى مرات في ناس بيشموا أو حتى الفنزين فقط بجيوم نوزية فده اللي بردو هنتكلم عنه إن شاء الله هنشوف ليه الحية اللي مربوطة بالفوميتنج الحية التالتة اللي هي الأسطومك فلو وده بردو أنا طبعا ما بحب انه يكون عندي سبب واحد ممكن يكون عندي عدد من أسباب يعني الأسطومك فلو ده مرض بس لكن في أضر أضر ديزيزيز ذات آر أسوشياتيد وز نوزية وفوميتنج المسال اللي ممكن يكون يعني المشاكل مثلا في الأذن اللي هي الأوتايتز ميديا كم بإضافة كم بإضافة ثاني من الحيات المرتبطة بالفوميتنج الرين الفيلر مرتبطة بالفوميتنج الأنجاينة الأنجاينة واحدة من المائن سيمتوم البايم تعلن أنجاينة إنه يحصل لفوميتنج ويبقى الفوميتنج هو مربوط بحيات كثيرة ممكن برضو يكون هو حاجة فيسيولوجيا زي في حالة البريغنانسي لأنه دي حاجة طبيعية جدا ما مرتبطة بالمرض مائيا لكن برضو نتكلم عنها إن شاء الله طيب في أخر استرس أو اير بروبليمز أو الكونسومشن أو فالكهول دي كل حاجات تانية ممكن تكون برضو مرتبطة يعني بالفوميتنج ممكن نقوله تاني الأوورييتنج أول الأكل الكتير الاسترس الهيد انجري الإير بروبليمز الاكسس كونسومشن أو فالكهول الهيدنج ده رضو واحد من أسباب يعني إن تاكل كتير واحد من أسباب الأسوشيات ورضو مع النوزيا والبوغني طيب في حاجة الثانية مرتبطة بالأدوية يعني مثلا الكيموسيرابي أو الأدوية طبعا الكانصر ممكن يستخدمون فيه ريديوسيرابي اللي هو العلاج بالشعاع أو بالإجعاع إن صح الطابير وفيه علاج بالأدوية أو الكيموسيرابي أو الكيموسيرابي أو الكيموسيرابي أو الكيموسيرابي أو الكيميائي بسموه يعني فهو واحد من الصايد إفكس بتاعته هير لوس فاتيق ديارية نوزيا آن فوميتينج يبقى بالذات الناس بيأخذوا أنتي كانسر بروكس ككيموسيرابي بتكون عندهم دائما صايد إفكس بيجي من الكيموسيرابي يستخدمها اللي هي عبارة عن نوزيا وفيه أضر طيب طيب يبقى الأميسيس أسباب مختلفة كويس لكن الفكرة فيه ممكن تكون الفيسيولوجي بتاع الفوميتينج شنو أول حاجة عندي في المضلة عندي سنتر اسمه الفوميتينج سنتر واضح من اسمه هو مزؤون من شنو فوميتينج سنتر الفوميتينج سنتر بيجيه Inputs خليكم عارفين إذا كان الهضم بتحصل فيه بريستاليسيس صح ونوع انه بحصل فيه بريستاليسيس اللي هي الحركة الدودية اللي تحت بريستاليسيس الموفمينج في الفوميتينج بتحصل ريفيرس بريستاليسيس ريفيرس بريستاليسيس اللي هو إنه شنو الموفمينج بتاعت جيه تكون لفوق لأنه طلع الحاجة بره طيب دي الحاجة اللي بتحصل لكن بعد ذلك السبب الأساسي في الحاجة دي هو واحد من الأربعة حاجات دي نعم 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 وفي المقصود انه عندي بعض الأسباب مثلا زي الأكل الكتير بيكون بيحفز ال جي اي ت انها ترسل إشارات عن طريق ال الفيغل الأفرد السنسين ترسل لل المقصود وعند ترسل المقصود سيحدث اكتيفيشن ويقوم بيعمل بريستيريز عن طريق الجاية لكي نحصل المقصود تمام هذا السبب الأول السبب الثاني في المقصود المقصود في المقصود وبالتالي اي التهاب في الأزن الوسطى يقوم بيس ترسل عن طريق المقصود المقصود لفوميتين سنتر عشان يحفز لفوميتين انها تعمل فوميتين عندنا المقصود المقصود لمجرد أفكار في راسه لمجرد موغف قبل كده حصل له مع أكل معينة أو مع حاجة معينة أول ما يذكر أو يشوف تعمل اكتيفيشن للفوميتين سنتر والفوميتين سنتر اخر حاجة حاجة يسميها كيمو رسيبتر تريجر زور أو CTZ و هذه منطقة في CNS رغم أنها قاعدة في CNS لكن بلوط بريم باريير فيها ممكن يكون ويك ضعيف ضعيف لكي اسمح للمواد أنها تصل فأي كيميكال أنت تعمل 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 أي حاجة toxic أو كيميكال أو أن سنتر بحصل لا يمتصاص عن طريق البلط عندما تجي معشة بالكيمو رسيبتر تريجر زون تعمل تحفيز لكيمو رسيبتر تريجر زون والكيمو رسيبتر تريجر زون تحفيز الفوميتين سنتر والفوميتين سنتر يقوم تاني بعمل تحفيز للجايتي إنها يحصل لها فوميتين أنسون يبقى أنا في كل الأحوال الفكرة بسيطة جدا أنا عندي فوميتين سنتر يحفز لكن الخلاوي يحفز ممكن تكون أربعة محاور مختلفة حاجة المرة واحد متعلقة بالجايتي حاجة حصلت في الجايتي جو في الصمك خلت الفيغل أفرا سنتر من رسل الإشارات أو حاجة في الأزن أو حاجة في central nervous system بال emotions أو المموريز بتحت الزون عند علاقة بالحاجة دي والحاجة الأخيرة كيموارس تريجر زون زي ما قلنا عنده علاقة بالمواد الكيميائية الممكن تكون ضارة بالجسم بتعمل تحفيز للمنطقة دي والمناطق دي كلها بتحفز المنطقة طيب واحدة من الأسباب قلنا ال ال موشن سيكنس او دوار البحر او سي 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 جاي من الاكساس هي المشكلة الأساسية عندي هي الموش المتقرر المتقرر بتحفز الموش المتوس قبل شوي أول ما حفظ بيقوم بتحفز يعني طيب نحن نخش في نواحي أدق شوية اللي هي الريسابترس منو من الريسابترس مزؤول من عملية طيب الحاجة تختلف على اختلاف الكوز بتاع الفوميتن فلو بيتلاحظوا أول جزء اللي هو هنا في عندنا هي المسؤولة من الانيشياشن اللي هي 5HT3 5HT3 والكيمو ريسابترس والميكانو ريسابترس طبعا الميكانو ريسابترز هي بتتحسس لي الاختلاف في الفوليم بتاع المعدة يعني المعدة تعملتها بأكل كثير الميكانو ريسابتر بتتحفز لأنه الأكل الكثير ده ما كويس بالنسبة لي بتتتحفز الإشارة بتقومها عن طريق الكرانيال نيرف اللي هو اللي قلنا الفيغال نيرف اللي ترسل للفوميتن سنتر طيب الحاجة المزؤول منها من قلنا 5HT3 والميكانو ريسابتر والكيمو ريسابتر نمشي لالسنتر النيفو سيستيم الافكار اللي هي مربوطة بالفوميتن دي ما مزؤولة منها الريسابترس معينة لأنه دايركت للسنتر النيفو سيستيم بيحفز الفوميتن سنتر الحاجة الثالثة ممكن تكون الفيستيبولر سيستيم نقولنا دا في القنوات الهلالية أو في الأوزن وده عندنا فيه 2 ريسابترس منها الـ M1 ريسابتر بصورة أساسية كويس وعندنا الـ H1 ريسابتر عنده دور في الحاجة برضو في الكيمو ريسابتر تريقى الزون أو الاريا بوستريما عندنا سبيسيفيك ريسابترس منها 5HT3 الحاجة الثانية الـ NK1 ريسابتر اللي هو النيوروكاينين الـ NK باختصار لنيوروكاينين ون ريسابتر والـ D2 ريسابتر اللي هو تبع الدوبابينيرجيك نيروس السيستيم الموجود في السينس أو الدوبابينيرجيك نيروس اللي هو بيحفز الدوبامين ويسيد برضو الكلام دا قلناه قبل كده في الدرس في الدرس الفهدت طيب المهم يبقى الى حد الان ريسابتر اسمينها 5HT3 5HT3 عندنا برضو منه D2 عندنا H1 عندنا M1 ننزل كده بالترتيب 3 2 1 5HT3 D2 ريسابتر D2 ريسابتر H1 M1 ريسابتر وعندنا الـ NK1 ريسابتر تمام يبقى دير ريسابتر سلح ديها موجودة اما الفوميتنج سنتر ذات نفسه هو برضو بحصل فيه تحفيز لبعض الريسابتر اللي هي الـ H1 والـ M1 والـ NK1 والـ 5HT3 دي طبعا عشان شنوه عشان من كل المناطق المختلفة تصل للإشارات وتحفز الريسابتر دي يبقى دي كلها الريسابتر مسؤولة من الفوميتنج وبالتالي عندما نتكلم عن الدرقس سنجد أنه سيمبولي سيمبولي الأدوية بتشتغل 5HT3 بلوكر D2 بلوكر H1 بلوكر M1 بلوكر NK1 بلوكر بصورة مبسطة شديدة دي الأدوية بعدين بتشتغل في anti-emetics أو بتوقف لنا الفوميتنج طبعا الحاجة هذه مهمة شديدة يا أخواننا رجعوا الكلام إن شاء الله المرة جاء سيكون كلامنا بصورة أساسية عن الأدوية التي تتم استخدامها في النوزيا والفوميتنج